اشتركوا في القناة بحضور محلي ودولي كبير انطلقت اعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية ليبحث ابرز الاستعدادات والجاهزية لبدء دورة الالعاب المدرسية الدولية على ارض مملكة البحرين بمشاركة واسعة بحضور سعادة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة ونخب رياضية وادارية اقليمية ودولية طبعا استضافة مملكة البحرين اليوم اجتماع اللجنة العمومية للاتحاد الدولي للرياضات المدرسية وهذا الاجتماع في الواقع يأتي ضمن برنامج استضافة مملكة البحرين لدورة الالعاب المدرسية الدولية كجزء من اهم الفعاليات فاليوم والله الحمد توجد العديد من الوفود التي تواجدت على ارض مملكة البحرين لحضور هذا الاجتماع وطبعا خلال اليومين القادمين ستكون هناك طبعا فعالية الافتتاح الرسمي تحت رعاة سيدي جلالة الملك المعظم وايضا المنتدى التعليمي المصاحب الذي نفذته زارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي وايضا مع مكتب التربية العربي تنظيم هذه التدهورة اليوم في المملكة هو بمثابة دعم قوي للرياضة المدرسية اكيد على المستوى المحلي على المستوى المملكة ولكن كذلك على المستوى الجهوي ولكن كذلك على المستوى الدولي فاكيد بانه هذه المشاركة والنجاح ديال هذه التدهورة يكون عنده اثر مهم جدا على تطور وتطوير الرياضة المدرسية في المستوى العالم على أرض الميدان عملت اللجنة المنظمة العليا على توفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة لضمان سيابية تنظيم هذه الدورة وفق أعلى المعايير العالمية وذلك بما يتوافق مع الرؤى والتطلعات الموضوعة لها بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المختصة على المستوى المحلي والدولي في هذه البطولة هو استثمار مباشر في الأجيال اللي بتي بعدين الآن طلبة المدارس اللي موجودين في مملكة البحرين في المستقبل راح يواجهون صعوبات إذا ما استثمرنا فيهم أننا قلنا لهم أننا ترى المستقبل ما بيكون في واحد بحريني وصاك على نفسه في داخل مملكة البحرين يتطلب على الطالب أن يكون في المستقبل يشتغل للعالم وجودهم اليوم بأدد كبير يفوق الـ 500-600 شخص على أرض مملكة البحرين للتباحث وأيضا لمعرفة ما هو جديد في أمور التعليم وأيضا نغل ثقافة مملكة البحرين وإرث التاريخي لمختلف دول العالم الموجودين اليوم هذا شيء جدا كبير وهذه أحد الأهداف اللي كان يطبح لها سيدي سمو الشيخال أثناء موافقته على استضافة هذه البطولة التظاهر تمثل شيء الكبير بالزخم الكبير اللي قاعد يصيره وهذا يدل على مكانة البحرين بين الدول فبالنسبة له هي أكبر جميع عمومية يأخذونها ففي أرقام كلها بريك ريكورد صاير فيها أكبر جميع عمومية صايرة عندهم وأكبر تظاهر رياضية مدرسية في العالم في البحرين حين صار بروح معنوية عالية وبحماسة كبيرة أبدت الوفود المشاركة من مختلف دول العالم إعجابها واستحسانها لما وفرته المملكة من استعداد كبير لكافة التفاصيل المساهمة في تسهيل أداء الفرق لمهامها وأدائها الرياضي بإشراف ومتابعة محلية وفقا لأعلى المعايير المعمول بها على مستوى العالم في هذا المجال استعداد كبير وجاهزية عالية عبرت عنها الفرق المشاركة التي توفدت إلى مملكة البحرين بأكثر من 5400 لاعب ولاعبة من أكثر من 70 دولة حول العالم عبروا عن جهزيتهم واستعدادهم التام للتعاون مع مختلف الجهات المنظمة والتي تسهم بكل فعالية في إنجاح هذا الحدث الدولي الكبير على أرض مملكة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين